التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالع عبود العمق بالمكلة وفد جمعية النجاح الخيرية الكويتية ومؤسسة أيادي الخير التنمية برئاسة مدير المشاريع بالجمعية السيد عبدالله الشهاب والمدير التنفيدي لمؤسسة أيادي الخير التنموية المهندس فواد باخوارة واطلع الممثل جمعية النجاح الكويتية ومؤسسة أيادي الخير للأمين العام على سير عمل المشاريع المنفذة في المحافظة وخطة عمل تنفيذ عدد من المشاريع المزمع تدشينها منها القرية السكنية ووضع حجر الأساس لمشاريع المخابز الخيرية ومخازن الأدوية بالإضافة إلى مراكز الأسر المنتجة وتمن الأمين العام العمقي التدخلات الإنسانية للأشقاء بدولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاح الخيرية مشهيدا بحجم المشاريع التي تنفذها وتسعى الجمعية لتنفيذها بحضر موت مؤكدا تقديم السلطة المحلية كافة التسهيلات اللازمة وربطها مع الجهة المختصة لضمان استمرار المشاريع القائمة وتنفيذ الجديد وفقا للقطة المعدة لذلك ترجمة نانسي قنقر